على مدى 12 عاماً دخل سمير جعجا في حجة وخرج من أخرى قال الشيء ونقيده إلى أن قال القضاء كلمته وأظهر زيف الدعاءات رئيس حزب القوات اللبنانية بالقرار التاريخي المبني على حجج قانونية ووقائع وإثباتات وصف وكيل الـ LBCI المحام نعم فرح الحكم الذي صدر في دعوى القوات اللبنانية ضد الـ LBCI وبيير الظاهر هالقرار حسم بصورة نهائية أنه حزب القوات اللبنانية يلي هو مدعي لا يملك أي سهم في شركة الـ LBCI والشركات التابعة لها وبيير الظاهر برق بصورة مطلقة من أي عملية إساقة أمانة أو اختلاص أو احتيال أو تخبئة بآخر المطاف هالمساهمين رح يرتدوا على حزب القوات اللبنانية ويطالبوا بالعطل والضرر لكل الإساءة يلي لحقتهم الإساءة المعنوية الإساءة المادية خلال هالـ 12 سنة يلي مروا وهيدي الدعوة أكيدة مربحة وعن حق المدعي بالاستقناف يقوله فرح يعني ما بحب تكون محل لأستقنفك قرار قرار مدروسة كتير قرار يعني كل لبناني بيقدر يرفع الراس فيه ستكون مرحلة الاستقناف وربما التمييز جدا صعبة أو شبه مستحيلة بالنسبة لحزب القوات اللبنانية القرار هذا يعيد الأمل والثقة ببعض القضاة اللبنانيين بحسب المحام النعوم فرح إذن بجرأتها وموضوعيتها حكمت القاضية فاطمة الجوني فكان حكمها شبيها بالقضاء العالمي الذي أثبت أن الحق أقوى من نفوذ المال والسلطة فخسر الوليد بن طلال أمام بيار الظاهر من تحكيم فرنسا ولندن وجزر الكايمين إلى عدل لبنان الـ LBCI لأصحابه والحق معنا